كابتن خالد مبروك ماتش النرويج ويعني رجالتنا اسعدونا مبارح جدا 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 هم وكورة القدم ايه يعني اولا مساء الفل عليك يا كريم ومساء الفل على كل اللي بيتابعوك في قناة الحياة ويعني انا بشكرك على المتابعة الجميلة وعلى الملخص الحدوى قوي اللي ربط اتنين فراس لمنتخب مصر الاتنين لعبوا بقوة وحمر ايه يعني الاتنين الحراس انا فركت على الاتنين ايه سواء حمزة او حمد علي حمد علي الاتنين عاملين اداء فوق الرائع ملخص يعني يعني بصراحة اعداد رائع في سيناريو الاتنين حراس اضافوا الاتنين لبلدهم كريم فاضل بقى معد هنا هو اللي عمل الربط والتقرير ده لا ده ملخص سليم فريق الاعداد طبعا كله يعني طبعا طبعا الله يخليك امبرح انا كنت قاعد سعيد ومبسوط بمستوى المنتخف ماتش نرويج احد يعني المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم تاني العالم النرويج وحسيت اللي احنا يعني مستوى اعلى منهم وكان هم اللي بيجروا ورانا دايما في الماتش اه هو دي حقيقة هم جيروا فعلا ورانا في الماتش دي حقيقة فعلا واخوان كالوس باستور اضار المباراة دي اه بفنيات علي اوي بس خلينا اقول الاول بديت كلامك قلت انا كنت قاعد مباراة مبسوط اي ان انت سعت مباراة اه الدنمارك كنت زعلان زعلان الشوت الاول الشوت الاول بس بعدين قلتلك ان شاء الله الخير قادم بإزد الله يعني انا انا شايف مباراة طبعا مباراة مع منتخب قوي جدا النرويج اي اه لم يتحقق هذا الانجاز على مستوى الاولمبيات مع النرويج بالتحديد اه قدرنا ان احنا اه نمر منهم اه زي ما تقول كده اه بحرفية عالية اوي من قيادة فنية محترمة جدا على الخطوط اي من اخوان كالوس باستور خد وقت مستقطع في الشوت الاول يدرس في علم التايم اوت والروتينشن اللي عملوا مع التغيير مع الوقت المستقطع ده كان مهم جدا اي بندول سفة درع كصانع العاب او وجود لاعب مهم جدا ومؤثر زي ستة الدرع اي ومعاه كان موجود اه دودو احمد الشامس تايد اه الاثنين عملوا اه شغل رائع تقطع الخط الخلفي التصويب من الخط الخلفي على الخط الامامي دودو احرض اربع اهداف في الفترة للعبها من خمس تصويبات طبعا انا عايز سألك سؤالة كابتن خالد افضل دودو كانت ايدو ماشي ينبرح وشغال كواس جدا يعني ملعبش كتير في الشغط التاني مش عارف ليه لا اه هو مش عارف ليه اه انا طبعا تقصيا مش عارف ليه كتغيير او رجع بالتشكيل اللي هو كان بيلعب بيه لكن هو عارف هو عايز يعمل ليه في اللقاء اه هو عايز من يعني انه عرضه سيف الدرع وكتنظر طبعا اي بياخد الكورة وبيلعب بطريقة جماعية كبيرة اه كتيرة ما بياخد دودو بيعمل افكار فردية وبيشوت بنجاح بوسعالية اه هو عايز يلعب بطريقة شكلها ازاي خصوصا انه بيلعب مع فريق فاهم جدا جدا ازاي يكسب المباراة النرويج يعني ببالك انه وحنا لما لعبناهم بشكل ودي وكسبناهم غير لما لعبهم بشكل رسمي طبعا خصوصا انه هما كذبوا فرنسا صاحب الارض خمس اهداف اه يعني فبالتالي هو عارف انه فريق قوي جدا وعارف انه لازم يستحوذ على اكتر وقت بالكورة في ايده اي وده اللي عمل احنا كنا مشيل اول جنب جنب خد تايم اوت غير احمد الشام السيد وغير سيف وكمل بنفس الطريقة بنفس الايجابية مع وجود عادل ووجود يحيى خالد عملوا الاتنين شغلهم التناغم السنائي الرائع ما بالاتنين بظل ضغطة الكورة اللي تيجي دايما من سيف من الشمال لليمين او من ظل تقدم تودو على دفعاته بايده اللي بيخلص بكوره من السبات بيرجرود معرفش بقى يلعب معه لانه خلاص حفضوا احمد الشام السيد من اللعيبة طبعا اللي حصلت على الام اف بي راجع من اصابة قوية جدا وهو عايز يحافظ على الاربعتاشر لغاية نهاية البطولة بروتيشن هو عايز يعمله طيب هو ده ظهوره اه قل لي بقى السيناريو اللي جاي احنا عندنا ارجنتين بكرة ساعة 12 الظهر ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هنكسبهم باذن الله تمام ومين الافضل بالنسبة لنا مفروض لو كسبنا بكرة الدنمارك هتلاعب النرويج صح ايوا دنمارك احكي لك اه قولي السيناريو المجموعة بتاعتنا ايه موقفها والمجموعة التانية ايه موقفها تمام المجموعة بتاعتنا بالتحديد نفوض على الارجنتين ناخد بنتين هيبقى معانا سبع نقاط برقم واحد تمام خسارة النرويج من الدنمارك معناها انها هتوقف برصيدة على ست ست نقاط واحنا ندخل مركز ثاني تاني لقاء مصوري فرنسا معها تلت نقاط الماجر معانو توتين لازم يفوز او يتعادل على الاقل مع الماجر عشان يتأهل كرابع المجموعة تمام تمام المجموعة الاولى فيها حسابات كتيرة بقى اه حاللعب مين ده اهم سؤال بنتستقله اي حاللعب مين ما نقدرش نحسنها غير بعد نهاية اخر لقاء بكرة طب ليه المانيا وصلبانيا اتأهلوا خلاص وضمنوا دور التمانية كل واحد عنده ست نقاط كلهم بس الترتيب ايه اه لسه الترتيب لسه الترتيب لكن هقول لحظاك الترتيب الحالي الترتيب الحالي على مستوى مجموعتنا الدنمارك على الصدارة تمانية النرويج ستة مصر خمسة وفرنسا تلاتة والمجر اتنين والارجنتين بدون نقاط تمام اما المجموعة الاولى اللي احنا هناخد منها المانيا في الصدارة عنده ست نقاط وراء بيدخل سوبانيا عنده ست نقاط وراء سويد اسبانيا كرواتيا اربع نقاط واليابان في اخر المجموعة بدون نقاط التالت مين يا كابتن التالت مين في المجموعة التانية المجموعة التانية التالت سويد سويد وحيلاعب اليابان اليابان هيكسر والردع اسبانيا والخمس كرواتيا والثلاثة عندهم اربع نقاط طيب السويت هيكسب اليابان مظبوط هيبقى تالك انا قل لك الحزبة اه قل لك الحزبة الحزبة دي برضو صعبة شوي تمام وفيها متغيرات ممكن تحصل بكرة على فكرة قل للاقرب يعني اللي هو السيناريو الطبيعي طبعا الاقرب ان المانيا تفود على اسلوبانيا ده وجهة نظري ممكن مانيش دعوا بقى بالاول والتاني انا عايز التالت يعني مين حيكون التالت ما فيه نقطة هنا بقى مهمة مهمة جدا بمن التفاصيل اللي انت عايزها دي تمام السويت واسبانيا وكرواتيا كل فرق عندها اربع نقاط حلو وليه فرصة في التأهل الاقرب للتأهل هو السويت السويت للقامة على اليابان طبعا وده خلصنا وحيباخد ستة نقاط حلو كرواتيا الوحيدة اللي فازت على المانيا الوحيدة آه المانيا فازت على الثلاث فرق اي كرواتيا لو فازت آآ على آآ اسبانيا والمانيا خسرت من سلوفينيا حنخش في حزب اثمين الثاني والتالث مم لانه مم لو كرواتيا كسب ممكن يتساوى هو والسويت في النقاط اي حيباللقاء اللي بينهم طب التالت بقى اللي هو جاي مهمة فيه ثلاثة مم سلوفينيا رقر عنده ست نقاط يدخلوا في ايه بقى حزبة الاهداف فيما بينهما اي النتائج ملو وما عليه فيما بينهما اي فيما بين الثلاث ثلاث ثلاث بس الاقرب دلوقتي مسلا ان لو السويت كسبت اليابان والمانيا المانيا تكسب سلوفينيا في المانيا كسبت سلوفينيا بيتقول بيتقول والسويت بعمه ست نقاط مم سويت لو كسب لو كسب هيدخل يا بغي عنده ست نقاط تمام هيتساوى مع سلوفينيا حلو ناتيك فتو مع سلوفينيا هي لتحدد القمر hesitate النتيجة اللي أبلي كده الكرواتيا إحنا عارفين أنه عنده أربع نقاط يكسب أسبانيا حيبع عنده ست نقاط كده تلت فرق بعندهم ست نقاط طب السؤال طبعا مش هنعرف نحدد مين التلت غير بعد ما نشوف النتائج من وجهة نظر كالتنخلة خيري المنتخب الأفضل بالنسبة لنا اللي إحنا نواجهه في دور التمانية من المجموعة الأخرى يعني إحنا بنعرف نلعب مع السودانيا بنعرف نلعب مع الكروات السويد بالمناسبة وألمانيا كسبناهم في الأولمبياد اللي فاتت أتكلم على دلوقتي يعني في الوضع الحالي الوضع الحالي الأربع منتخبات شبه بعض لكن أنت تقدر لما تلعب مع الكروات تعلع على جونهم خب بالك ودي نقطة مهمة جدا أميز لعبيهم طبعا لوكا سندريتش وقفت لوكا سندريتش وقفت كرواتيا يعني أنت بالنسبة لك كرواتيا أحسن فريق نواجهه بالنسبة لنا كرواتيا أو سلوفينيا الأسبان عظوم عالي دايما معنا بس في نقطة مهمة جدا أول وتاني المجموعة مايتقابلوش مع بعض في السيمي فاينال شريطة أنه معده التمانية الكبار يعني أنت لو طلعت عدت من التمانية الكبار مع أي فرعة تلعبها ما تلعبش الدنماركي التاني كالتامي الله أصبح معك فا نفس المجموعة هتلعبوا نهائي بقى لو وصلت نهائي آه لكن لو طلعت لو طلعت غير تاني المجموعة تقابله تقابل عشان كده تاني المجموعة كويس طيب دلوقتي الدنماركي هتلعب النرويج أيوة لو إحنا إن شاء الله هنكسب الأرجنتين بإذن الله لو الدنماركي والنرويج يتعادلوا النرويج كده عيبقى زيلة في النقاط تمام إنت كسبتوا إنت كسبتوا بالمواجهات مش بالأهداف خش تاني لا بالنقاط بالمواجهة إنت كسبتوا ما عندك سبعة وهو عنده سبعة عشان يتعادل عشان يتعادل لكن إنت ضربتوا مواجهة المباشرة إحنا كسبتوا فخلاص تعادل خش إنت تمام إحنا مجموعتنا محسومة ما بين الأول والتاني والتالت شكلها بسيط لكن المشكلة اللي حتواجه الديوك طيب فرنسا والماجر بك بكرة بكرة عندهم معركة لعالماجر والماجر سريع لا يستهم فيه تمام طيب سريعا بقى إحنا عندنا مهاب أصيب المباراة اللي فاتت قال لك كادمة في الفغد وكده يعني قال حيغيب بس عمباراة الأرجنتين مش إصابة كبيرة تمام صح آه كله تمام الحمد لله علي زين برضو كنا جايفينه كده دراعه وفيه مشكلة بس الحمد لله كام من المطش وما فيش مجاكل يعني محمد شاوي صراحة دكتور محمد شاوي والبعث عمتا آي يعني شغالين على اللاعبين آآ بقوة جدا آآ شوال الله نتمندلهم كلهم إن شاء الله بإذن الله بقى المشاركة جيدة وبعدين برضو آآ أعتقد الخواجه عامل حزبة لللي بيحصل ده كويس جدا آي هو مهاب لو ميزة مهمة جدا لما سند بيطلع مهاب بيلعب جناحة أو باك آآ بيغطي مكان يحيا خالد لما بياخد إقاف ديئتين مثلا آآ يحيا خالد بقى تقوته وفعليته إن البات الشمال بتاعنا أيا كان اللي بيلعب فيه وصنع بأيا كان شغلهم الأساسي إن هم يسحبوا الكورة دي ويسحبوا الملعب ويسحبوا الدفاع ويجبوها سريع جدا عن دي يحيا خالد ما بيناش نعمل تقاطع بقى إنا نعمل الواحد واتنين يعني يدخل سرو يقابل رقم ثلاثة عالدائرة المدافع بيبتحته دايما عادل راية وعشان كده السنائية دي بتاعت عادل ويحيا خالد هايبا هكحة جدا معنا دلوقتي على مصطالقهم بالزبط بالزبط آآ محمد علي طبعا ده في حتة تانية وانا وفقه رب إن شاء الله آآ وكريم يندوي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وكريم يندوي والطيار وكل رجالتنا شاء الله واللي ما تذكرت اليد عشان برضو الحاجة دي مهمة جدا قلت محمد علي كويس جدا خلاص بقى يا جماعة تذكرت اليد الجون اللي بيركب ما بينزلش وبيبقى في صعوبة إن الجهاز الفني يغيره هاي يعني صعب جدا خلاص محمد علي ماشي محمد علي ماشي يعني مباراة آآ النرويج كريم يندوي بدأ محمد علي كمل محمد علي كمل وشال كورة كورتين وجهت نظري كورتين الرمية الجزائية اللي بدايت الشوت اللي هو طلحها اي التانية الكورة اللي جات للنرويج من الباك اليمين هارل درينكت ودخل في انفراد صدله الكورة الكورة دي قتلت طموح نرويج صح قتلته بقى صعب إنه يعني ربنا يوفقهم والله يا كابتن خالد ويعني مع بعض أنا وإنت كده كل يوم إن شاء الله نكلمك بكرة كده بعد ما نشي الارجنتين برضو بكرة بالليل في البرنامج ونحسب الحسابات بتاعتنا كده وإن شاء الله يعني بإذن الله مستنين مداليا من المنتخب كورت الياد يا رب إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني ناخد مداليا كده ونفرح كلنا بإذن الله وكورت الخدم بإذن الله يا كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا برضو عاملة شغلة كويس جدا آه ماشاء الله عليه مشكورة كانت الخارج الخارجي طبعا معلقنا الكبير في كورة اليد ويعني دايماً بنستمتع به وبنستمتع ومنتخبنا في كورة اليد